المجلس الأعلى للمرأة وأعربت سعادة الأستاذ هالا الأنصاري الأمين العام للمجلس الأعلى للمرأة عن اعتزاز المجلس بهذه الإشادة الكريمة من قبل صاحب سموي الملكي رئيس مجلس الوزراء الموقر مضحة بأن الإنجاز الكبير الذي تحقق بإطلاق جائزة الأميرة سبيكة بنت إبراهيم الخليفة العالمية لتمكين المرأة في مقر الأمم المتحدة بنيويورك وتبني هذه المنظمة الأممية للجائزة إنما هو ثمرة جهود وطنية متكاملة قادت إلى تعميم النموذج البحريني في تمكين المرأة والانتقال به إلى العالمية وأيتاحته أمام كل الدول الراغبة بالاستفادة من التجربة البحرينية الناجحة في تمكين المرأة وأشادت الأنصاري باهتمام الحكومة الموقرة بالمرأة البحرينية كمكون أساسي من مكونات البناء والتطوير الوطني تتاح لها شتى الفرص كمساهم في العمل النوعي التنفيذي مشيرة في هذا السياق إلى علاقات الشراكة الاستراتيجية القوية بين الحكومة والمجلس كما أشادت أمين عام المجلس الأعلى للمرأة بما تشهده أعماله برئاسة صاحبة السمو الملكي الأميرة سبيكة بن تبراهيم الخليفة حفظها الله من اهتمام ومساندة كبيرة من كافة مؤسسات الدولة التي تأتي كمؤشر على صلابة النموذج البحريني الذي يرسخ يوما بعد يوم من مكانة المرأة ويجعل من مساهمتها في التنمية الوطنية متطلبا أصيلا لضمان استمرار المسيرة التنموية في مملكة البحرين ولتحقيق أوجه العدالة والتنافسية وتكافؤ الفرص التي تقود دفتها الرؤية الاقتصادية عشرين ثلاثين ترجمة نانسي قنقر